نحن ببنبوس عنا سيكوريتي أولوية كرميل هاكي كان صار لنا فترة عم نشتغل على البروجيه بحدود السنتين وهلا نحن اطلقنا هيدا البروجيه هيدا البروجيه هو السمارت كاش درور واحدة من اهم المشاكل اللي كانت عم توجهها الزبين عنا واصحاب المصالح كانت نقص بالصندوق مين منا ما عنده هالمشكلة اكيد ومين منا ما بينه الصندوق او بزيد الصندوق كرميل هاك قررنا نحن ببنبوس انو ناخد هيدا المشاكل لانو نحن نستمع لالزبون ونحل هالمشاكل النقص بالصندوق كان عم بيصير لأسباب متعمه دي اوات واؤات اسباب غير متعمه من بعد بيثان وثمانين ساعة اكسبريمنت وفيديوز نحضره عند كاستمرز لالنا توصلنا انو من اهم الطرق اللي عم بتصير فيها او من اكتر الطرق الشعبية اللي بتصير فيها عملية السرقة او عملية اخذ المصاري من الصندوق هي انو الموظف اليوم بيجي لعنده لزبون بيخلص الترنزاكشن للزبون بيبقى الكاش دروور مفتوح بيجي الزبون التاني كمان تخلص الترنزاكشن طبعه بدل ما هالترنزاكشن تتسكر ويفوتو المصاري على السيستام الترانزاكشن ما عم تتسكر يا أما بينعمل فيها فويد لكل الأيتم يا أما عم بيشيلوا شوية أيتم منها والموظف بهالشكل عم بيشيل المساري بدل ما يحطهم بالكاشف دروير عم بيحطهم بجايته من بعد هالكسبرمنتز يلي قطعنا فيهن والتستات يلي عملون التيم ببينبوس توصلنا انه عم تاخد الموظف تقريبا من 12 ل 15 سنية من بعد ما يفل لزبون لحتى يرجع ياخد هالمسليات ويحطهم معه كرمان هيك واحدة من المفتوحات السمارت كاش دروير هي البيبين اللي بيسير هو انه من بعد ما تتسكر الترانزاكشن اذا بقي الدروير مفتوح لـ 12 ثانية وطلوه أكيد على 12 ثانية بيبلش هالكاش دروير يزمر كرمان حتى ينتبه الموظف انه الدروير مفتوح لازم يتسكر بنفس الوقت طالما الدروير مفتوح بعد الـ 12 ثانية الموظف ما بيقدر يقوم بأي ترانزاكشن لانه السيستم رح يعمل بلوكال ومن خلال خبرتنا ببينبوس وتعملنا مع عدد كبير من الزباين صرنا بنعرف انه الموظفين عندهم اكسي بكزا طريقة على انه يفتحوا السندوق هالاكسي ماقول يكون من خلال المفتاح بكل بساطة بيفتحوا الدروير او من خلال الـ emergency button اللي هي موجودة بكعب الدروير من ورا فكرمان هيك هيدا شي بيساهم على انه ينفتح الدروير لأسباب مش لازم ينفتح فيها وعم يتاخد مصاري من السندوق كرمي لهكي التيم ببينبوس اخترع ميكرو تشيب تنحط على الهاردور اكيد هي كونكتد على السوفتور هالميكرو تشيب بتخلينا نشوف نحنا الدروير نفتح بأي طريقة من كان بالكي او من السوفتور من خلال السوفتور او على نو سيل ترانزاكشن كمان حتى الـ emergency button بتكون ريكوردد كل عملية تفتح للسيستام من خلاله باخر النهار رح يطلع لنا رابور لصاحب المصلحة او للماناجر بيقدر يشوف من خلال هالرابور كم مرة انفتح الدروير دي وقت بقي مفتوحها الدروير مين عطى اوتورايزيشن لينفتح بأي طريقة انفتح وكل هالأمور بطوخصي